بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس من الدرس المهمة المتعلقة بالبيع درسنا بإذن الله تعالى هو ما يسمى بالبيع بشرط البراءة هذا العنوان المهم الذي بإذن الله تعالى نأتي على مسائله ومحاوره ونبين كل ما يتعلق به بإذن الله تعالى بتفاعلكم وانتباهكم واستعابكم وقبل ذلك أيها الطلاب والطالبات يحسن بنا أن نستعرض وإياكم أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن نبدأ على بركة الله جل وعلا هذا الدرس الدرس الرابع والعشرون البيع بشرط البراءة أي من العيوب هنا دروس الوحدة البيع وأقسام البيع وكذلك شروط البيع ووقت البيع ومكانه وقبض المبيع وأخيرا درسنا هذا البيع بشرط البراءة هذه دروس هذه الوحدة وقد أتينا عليها بحمد الله تعالى ونختمها بهذا الدرس الذي معنا الذي نستعرض وإياكم أبرز وأهم أهدافه المرسومة عندنا أول هدف أن يوضح الطلاب المقصود بالبيع بشرط البراءة ما الذي نعنيه بقولنا البيع بشرط البراءة هذا مصطلح مهم جدا وفهمنا له يقودنا إلى الوقوف على مسائله وتفاصله أيضا من الأهداف أن يفرق الطلاب بين شروط البيع والشروط في البيع فرق دقيق واضح بين شروط البيع والشروط في البيع فلابد أن يخرج الطالب من هذا الدرس بالتفريق بين هذا وهذا ثم أيضا من الأهداف أن يبين الطلاب أنواع الشروط في البيع هذا بإجمال ما يتعلق بالأهداف المرسومة لدرسنا نبدأ على بركة الله أيها الطلاب مع هذا المدخل الذي من خلاله ندخل وإياكم إلى جو هذا الدرس النافع الممتع بإذن الله تعالى هنا أيها الطلاب والطالبات إذا اشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب التي في السلعة وقبل المشتري هذا الشرط فهل يبرأ البائع بذلك؟ هذا سؤال وهل يحق للمشتري المطالبة فيما لو تبين فيها عيب؟ هذا السؤال جوابه أن لهذه المسألة حالتان ركزوا معي لا يكون الجواب واحدا وإنما الجواب بالتفصيل الجواب لهذا السؤال على التفصيل على النحو التالي وأن المسألة لها حالتان الحالة الأولى إذا كان المشتري يعلم بالعيب بأن أخبره البائع به مثل أن يقول السيارة ينقص زيتها لاحظ معي أن البائع أخبر المشتري قال هذه السلعة هذه السيارة فيها خلل فيها عيب كذا أو كان العيب ظاهرا يراه المشتري مثلا في بدي السيارة في لونها في شيء ظاهر فيها صدمة مثلا يراها المشتري بعيني فهذا عيب ظاهر يراه المشتري مثل أن تكون السيارة مصدومة وآثار الصدمة ظاهرة فإن البائع يبرأ من ذلك العيب وليس للمشتري الخيار من أجله إذن هذه الحالة الأولى لأن الحالة الأولى أن البائع إذا اشترط البراء من العيب في عيب أخبر به المشتري أو كان عيبا ظاهرا فإن البائع يبرأ من العيب في هذه الحالة لكن نأتي إلى الحالة الثانية التي من خلالها يتبيدنا الحكم بالتفصيل فكونوا معي الحالة الثانية ألا يعلم المشتري بالعيب يعني خفي عليه العيب بكون العيب خفي مثلا ويشترط البائع البراء من كل عيوب التي قد تظهر في السلعة كأن يقول البائع للمشتري بعتك بشرط البراءة من كل عيب تجده في السلعة أو بعتك السيارة على أنها كومة حديد كما يقال أو بعتك الدار على أنها كومة تراب مثلا ونحو ذلك من العبارات التي يقصد منها أن يقبل المشتري بالسلعة بما فيها من العيوب هذه عبارات كثيرة هل في هذه الحالة يبرأ البائع أو لا يبرأ؟ بعد هذا أيها الطلاب نأتي إلى الشروط في البيع هذا المحور المهم كنوا معي تعرف الشروط في البيع بأنها إلزام أحد المتعاقدين البيع المشتري الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة أي غرض صحيح يعني أحد المتعاقدين البائع أو المشتري يلزم الآخر بأمر ما له فيه منفعة مثاله اشترى محمد سيارة واشترط على البائع نقلها إلى مدينة أخرى فهذه منفعة لمن؟ للمشتري فهذا الشرط مقبول هنا نأتي إلى فرق مهم بين الشروط في البيع وبين شروط البيع ما الفرق بينهما؟ هل هما سواء أيها الطلاب والطالبات؟ الجواب أنهما ليس سواء نأتي إلى الجواب هنا الفرق بينهما أن الأول واضعون الشروط هو الشارع الحكيم فشروط البيع التراضي بين المتعاقدين وغيرها من السبعة التي ذكرناها سابقا درستموها هذه الذي وضعها هو الشارع الحكيم لكن الشروط في البيع يشتريطها أحد المتعاقدين إما البائع أو المشتري أو كلاهما إذن فرق بين شروط البيع التي من قبل الشارع الحكيم وبين الشروط في البيع التي يشتريطها البائع على المشتري أو يشتريطها المشتري على البائع فرق بين هذا وبين هذا هنا إذا اختل شرط البيع إذا اختل الشرط الذي شرطه البائع على المشتري فإن العقد يفسد بغلاف ما إذا اختل أحد الشروط فيه فيثبت الخيار للمشتريط ولا يفسد يعني إذا كان شرط البيع الذي ترطه الشارع الحكيم مثلا التراضي بينهما لم يرضى أحدهما فهنا العقد لاغي فاسد لكن لو أن شرطا من البائع على المشتري أو العكس من المشتري على البائع ولم يتحقق الشرط فلا نقول إن البيع باطل وإنما نقول الخيار للمشتريط إما أن يقبل وإما أن ترد له السرعة وهذا يبين لك الفرق بين الشروط في البيع وبين شروط البيع فيما يتعلق بالحكم إذا اختل هذا الشرط أو ذاك نأتي هنا أيها الطلاب والطالبات إلى أنواع الشروط في البيع يعني الشروط التي يشتجطها المتعاقدان البيع المشتري أنواع أحدها الشروط الصحيحة الجائزة يعني شروط يقبلها الشارع يشتجط البائع المشتري أو مشتري على البائع شروط معينة فهذا هو الأصل في الشروط في البيع وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عامة أي عقد بينهم الأصل فيه الصحة ومن الوفاء بالعقد الوفاء بما شرط فيه هذا دليل نأدل على هذا الأمر وحديث عمر بن عوف المزاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما هذا النوع أيها الطلاب والطالبات من الشروط يجب الوفاء به وذلك لاختلاف رغبات الناس فكان في إباحتها وإيجاب وفاء بها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع فهذه شروط لكل واحد من المتبايعين غرض صحيح في سلعته أو في بيعه فإذا تراضي على هذا الشرط وقبله أحدهما فإنه يكون شرطا لازما لهذا المبيع بعد هذا أيها الطلاب نأتي إلى هذا المحور المهم المتعلق بالشروط الصحيحة وأنواعها أمثلة على هذه الشروط هنا عندنا نوع الشرط ثم مثاله ثم أمثلة أخرى نحاول وإياكم استخراجها حتى يقوى بإذن الله تعالى عندنا فهم هذا الدرس عندنا الشروط الموافقة للمقصود من العقد شروط موافقة أي من مقتضى العقد من مقتضى العقد مثاله أن يكون الثمن حالا أو نقدا يعني أنا مشتري أو أنا بايع ويقول المشتري أشترط عليك أن يكون الثمن حالا نقدا الآن أو يقول المشتري البايع أشترط عليك أن يكون الثمن مؤجلا غير حال فهذا شرط موافق للعقد نأتي مثال آخر عليه مثلا أن يستلم السلعة في تاريخ يوم محدد يعني يقول المشتري أشترط عليك في هذا البيع أن أستلم السلعة بعد شهر أو بعد شهرين فهذا أيضا شرط مقبول نأتي إلى الثاني الشروط التوثيكية توثيق العقد وضبطه مثاله اشتراط الرهن أو الكفالة يعني أنا بعتني شخص سلعة بيتا أو سيارة وليس عنده النقد حاضر فأريد أن أضمن حقي فقلت لا بد من شيء أرهنه إما أرضا لك أو سيارة لك أو أي شيء تملكه لتوثيقة الدين الذي عليك أو تأتيني بشخص يكفلك كفيل ضام يضمن الحق الذي عليك فهذا شرط مقبول أيضا مثال آخر التوثيقية أن يستلم البائع العربون العربون هو أن يقدم مبلغا يضمن به الجدية في الشراء فأنا عندي سلعة أعرضتها للبيع وجاءني مشتري وأردت فعلا أن أعرف جديته في الشراء فأأخذ منه مبلغا جزءا من المبلغ السلعة التي بعتها عليه حتى أضمن جديته فإن أتم المبلغ أخذ السلعة وإن أعرض فأنا أملك العربون لأنه قد فوت علي بيع السلعة على شخص آخر هنا نأتي إلى الشروط الوصفية مثالها حتى تضح المقال أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع أو في الثمن كأن يشتري سيارة ويشترط أن يكون لونها أخضر أو يشترط أن يكون الثمن أو بعضهم أجلا فهذه وصفية باعتبار الوصف في المبيع أيضا مثال آخر يتضح به المعنى أكثر منكم أيها الطلاب أن تكون السلعة جديدة فأنا أشترط على البائع أن تكون السلعة التي أشتريها جديدة فهذا وصف في السلعة نأتي أيضا إلى الرابع اشتراط البائع نفعا معلوما في المبيع يعني أريد أن يكون في هذا المبيع نفعا معلوما وظاهرا مثاله أن يسكن البائع المنزل أن يسكن البائع المنزل المبيع شهرا أنا بعتك منزلي فقلت لك لكن أشترط عليك أن أبقى فيه شهرا أو سنة أو شهرين فهذا متعلق بإيش؟ بنفع معلوم متعلق بالمبيع أيضا مثال آخر لهذا وهو أن يستعمل السيارة أسبوعا بعتك سيارتي وقلت لكنني أشترط عليك أن تبقى السيارة معي أستعملها وأقودها أسبوعا فهذا أيضا شرط متعلق بنفع معلوم في المبيع وهذا شرط مقبول وهو من شرط صحيح مقبول لا يؤثر في العقد هذا ما يتعلق بهذه الشروط الصحيحة وأنواع هذه الشروط مما يتعلق بين المتعاقدين البايع والمشتري نأتي أيها الطلاب هنا إلى القسم الثاني الشروط الفاسدة المحرمة هذا القسم أيها الطلاب من الشروط لا يجوز استراطه ولو شرطه أحد المتعاقدين فهو محرم ولا يصح ولو شرط فلا يلزم الوفاء بها يعني لو أن شخصا بائع أو مشتري اشترط على الآخر شرطا محرما فإنه لا يصح نقول البيع صحيح والشرط باطل لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فهو باطل إذا كان هذا الشرط ليس في كتاب الله ولم يأتي عن رسول الله فهو باطل ولو كان أكثر من مئة شرط قوله أيضا صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله وشرعه فهذا يدل على أن الشرط المحرم غير مقبول ومردود والبيع صحيح صحيح البيع لكن نلغي هذا الشرط هنا أيضا أيها الطلاب والطالبات الشروط الفاسدة على نوعين النوع الأول الشروط التي جاءت الشريعة بالمنع منها مثل أن يجمع بين السلف والبيع كأن يقرض زيد خالدا مئة ألف ريال على أن يردها بالمبلغ نفسه بشرط أن يبيع خالد سيارته لزيد بعشرة آلاف ريال فهذا شرط محرم لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الربا فقد تكون قيمة سيارة أكثر من ذلك ولكن خالدا رضي بذلك لماذا؟ لأجل القرض وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع أيضا هنا النوع الثاني الشروط المخالفة للمقصود من العقد هناك شروط تخالف العقد ومقتضاء العقد مثل أن يبيعه سيارة بشرط أن لا يستعملها المشتري ما الفائدة؟ بيعتك سيارتي لكن لا تركبها فهذا شرط غير مقبول إطلاقا فهذا الشرط يخالف المقصود من عقد البيع إذ المقصود أن المشتري يستعمل السيارة ويركبها أو يهديها إذ المقصود من عقد البيع استعمال المبيع وليستفاد منه وهذا الشرط يخالف هذا المقصود هذا ما يتعلق أيها الطلاب والطالبات بهذا الدرس وقد أتينا بحمد الله تعالى على أحكام متعلقة بهذا الشرط وما يتعلق بهذه المسائل أشكر لكم أيها الطلاب طيبة المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته